معنا مشاهدين الكرام في الستوديو المحل السياسي الفلسطيني سيد ماجد عزام مرحبا بك يا أستاذ ماجد معنا إذن يوم الثاني تتصعد وطيرة هذه الغارات الصغرونية على غزة من جيش الاحتلال الصوني كيف تقرأ تصميم الاحتلال على استمرار بهذه الغارات؟ أنا أعتقد أن الاحتلال الصغروني يحاول إقاع أكبر أذى ممكن بالمقاومة في غزة بالناس في غزة يعني نرى اليوم من استهداف للمباني البنايات السكنية ونرى استهداف لمسؤولين في المقاومة ونرى استهداف حتى لمنازل عادية لبنى تحتية في مؤسسات يعني رغم أنه بنى تحتية في غزة بين هلالين لأنه البنى التحتية تقريبا منهارة وشبه منهارة بعد ثلاث حروب وعدة جولات من التصعيد لم يكن هناك أي عادة أعمار حقيقية لكنه حاول إسرائيل تريد البطش بالمعنى الحقيقي للكلمة إقاع أكبر قدر ممكن من الأذى ثم الذهاب أو محاولة الذهاب إلى تفاهمات للتهداء بظروف أفضل أو من موقع أفضل أو على الأقل يعني يحاول نتنياهو يعني بنا نتذكر أن تصعيد الأخير في أذار قبل الانتخابات نتنياهو حاول إنهاء بسرعة وفي أقصى مدى زمني ممكن قبل ذلك أيضا في النصف يعني في فترة الانتخابات ثلاث شهور من بداية العام لم يكن هناك نية عن نتنياهو للذهاب إلى جولة تصعيد وهو حتى الآن لا يريد الذهاب إلى حرب طبعا كما قال أيضا السيد اسماعيل نية لكن هناك محاولة للقول النتنياهو لم يكن ضعيف أمام المقاومة وهذا يفسر البطش الشديد أو الدم الشديد نعم تعددت عن 25 شهيد في يومين هذا رقم كبير الأمر الآخر أن هذه طبيعة الاحتلال يعني كل القوى الاستعمارية كانت طوال وقت تحاول فرض الاستسلام أو على لقاء ردع من يخضع للاحتلال قيلة يقاوم الاحتلال هل تعتقد بأن الكيان الصهيوني مدعوم بالولايات المتحدة الأمريكية يحاول إلى حضم تحييد المبادرة المصرية عن أمر التهديئة وعن محاولة التهديئة لا لا مصر السيسي لاعب أساسي كما يعني هناك تسريب لحديث بين جبريل رجيوب وعضو الرجل المركزي لحركة الفتح والسيد حسان بادران عضو المكتب السياسي لحركة حماس مسؤول العلاقات الوطنية جبريل رجيوب يقول أنه نظام السيسي هو العراب الأساسي إلى صفقة القرن نظام السيسي هو ركن أساسي في السياسة الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة والتهديئة يعني ربما التهديئة صحيح تخدم الناس محاولة تحسين الحوال لكن بشكل استراتيجي وفي الإطار العام التهديئة تهدف إلى منع انفجار غزة في وجه الاحتلال أو حتى في وجه مصر نفسها يعني يكون هناك توسع باتجاه سيناء لأي قلاق الأمنية أو باتجاه سيناء الأمر هو منع غزة من تشكيل خطر على صفقة القرن يعني يبقاها دائما محيدة أو يبقاها على الأقل تحت الوصائل المصرية لضمان ألا تكون عامل يعني مهم جدا أو معرقل لصفقة القرن لا أثق يعني واحد من الأمور اللي تجعلني غاضبا يعني مما يصير حنقي أن مخابرات النظام السيسي هي الوسيط بين حماس والاحتلال عن الحكومات العربية بشكل عام ودون نذب إلى شخصا الأشخاص لا نتحدث عذرا ولكن نحن نتحدث هنا عن أوراق حاول نتنياهو كسبها في هذه العملية ما هي المكاسب التي يريد نتنياهو الحصول عليها؟ أولا نحن لا نشخص أي شيء نحن فقط نجتهد لنسمي الأشياء بأسماء ردا على السؤال نعم إذا ما هي المكاسب والأسباب ليس هناك محاولة لتحييد الدور المصري وتحت السقف الإسرائيلي والمصري الأمر الآخر المكاسب واللي حاول حقيقة نتنياهو أن يظهر نفسه أنه لم يضعف أمام المقاومة وأنه لم يتهاون أمام المقاومة لم يتهاون فيما معنى أنه الأمن إسرائيلي ثم الذهاب إلى تهدأ بصقف منخفض تقريبا للمقاومة مع هذا البطش الشديد بغزة وأهلها ومقاوميها والتوصل إلى تفاهمات أو جلب المقاومة لتفاهمات إلى المربع الإسرائيلي أو لكي تخفض صقفة ولكي يحاول هو قدر الإمكان عن أن يفرض شروط يعني الشرط الأساسي الإسرائيلي مثلا في مراحل التهدأ الثلاث المرحلة الأول كانت تتحدث عن فتح المعابر توسيع مساحة الصيد المرحلة الثانية كانت تتحدث عن مشاريع عن مشاريع تشغيل موقعة لعشرين ألف مواطن في قطاع غزة عن تحسين كمية الوقود عن إدخال خط كهرباء آخر لقطاع غزة بتكلفة من 300 إلى 400 مليون لكن المرحلة الثالثة يتم الحديث عن إعمار بمليارات الدولارات في هذه المرحلة يريد نتنياه فرض شروطه فيما يتعلق بصفق التبادل الأسرة يقول له هذا أمر مهم لن يتم الذهاب إلى تهدئة أو إلى عادة إعمار حقيقي في غزة دون أن يكون هناك صفق التبادل وتستعيد إسرائيل جثث أو الجنود الأسرة لدى حركة حماس يعني كل ما يفعله نتنياه وريد أن يقوله أنه يعني تكتيك كان محاولة تراجعه أو مهادنة قبل الانتخابات والآن هو يبطش لأنه مستر أمن في إسرائيل كما يدعي وهو يبطش بالمقاومة يبطش بغزة ويحاول لكن لا يريد الذهاب إلى حرب نتنياهو الوضع الراهن هو مفيد لإسرائيل تحديدا فيما يتعلق بالفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة لكن محاولة تكسر المقاومة كي لا تفرض شروط أو على الأقل تقبل بالفتاة اللي يمكن أن تقبل إسرائيل أو تقبل بالمنظور الإسرائيلي للتهداء تريد أن تقول أستاذ ماجد بأن هذا التصعيد مرتبط بإعلان الإدارة الأمريكية المرتقب لما يسمى صفقة القرن؟ يعني أنا أعتقد كل ما يجري في المنطقة في الفترة الأخيرة يمكن القول أنه يجري على وقع صفقة القرن بشكل عام هذا صحيح لا يمكن الفصل أي تحرك أمريكا وإسرائيلي عن هذا الأمر هذا بشكل عام طبعا صحيح لكن كل ما يجري تجاه غزة أنا أعتقد أنه مرتبط صفقة القرن يراد إضعاف غزة إلهائها بنفسها ويراد ألا تكون غزة عامل معرقل أو تستخدم كل ما تملك من أوراق القوة على توضعها لكي تعرقل صفقة القرن يراد أن تكون غزة ضعيفة يراد أن تكون غزة منشغلة بنفسها حتى لا تكون لهم ينفجر لهم غزة في واجه عملية التسوية ككل وفي واجه صفقة القرن هذا صحيح ما هي الأوراق إذن أستاذ ماجد؟ الأوراق التي تمتلكها المقاومة من أجل محاولة إيقاف صفقة القرن يعني أنت تقول صفقة القرن ستجري هناك محاولة ستطرح ستطرح هناك محاولة لتمرير صفقة القرن وأيضا محاولة من أجل أن لا تكون غزة اللغم الذي ينفجر بواجه صفقة القرن إذن ما هي الأوراق الموجودة بيد المقاومة من أجل ربما تأخير أو إلغاء مفعول صفقة القرن يعني هذا سؤال مهم وجوهري وأنا أعتقد أن مواجهة صفقة القرن يعني الحرب أو جولات تصعيد لا تؤدي لعرقة صفقة القرن مواجهة صفقة القرن أساسا بالسياسة وأساسا بالوحدة الفلسطينية يعني إذا كان صفقة القرن يريد لطرف فلسطيني أن يقبل المليارات أو يقبل بفقرة السلام الاقتصادي أو يقبل بفقرة تحسين الحياة للمواطنين الفلسطينيين سواف الضفة وغزة مع التنازل عن القدس وعن حق العودة وعن دولة مستقلة بالمعنى الحقيقي للكلمة هذه ترفض بالسياسة وأنا أعتقد أن موقع المقاومة يعني لا جدال فيه كل ما يقاله مجرد يعني كلام مش صحيح لأنه في غزة ستتساوق مع صفقة القرن هذا غير منها فهي ارتقاط يعني أنا أعتقد أنه مواجهة صفقة القرن هي بالسياسة بالرفض الفلسطيني القاطع والآن هو موجود الرفض الفلسطيني القاطع سواء بالضفة الغربية أو في اقتغزل لكن لا يمكن التعبير أكثر عن هذا الرفض أو يجب أن يكون مؤدي سياسيا أو مفيد سياسيا أكثر لنا إلا طبعا من هذا الانقسام وبالتوحد الفلسطيني ما السبب إلى جر المقاومة لمواجهات عسكرية؟ هذا مهم يعني أولا نحن نتحدث عن احتلال يعني من طباع الأشياء في الاحتلال هو البطش بالناس من طباع الأشياء في الاحتلال هو محاولة ردع الناس عن التفكير في مقاومة الاحتلال من طباع الأشياء أنه يريد أن يكسر معنويات الناس لكي لا يتصدوا للاحتلال لكن الأمر المهم كما قلت هو إلهاء غزة بنفسها إشغال غزة بنفسها إضعاف غزة وإلهاءها بنفسها ثم محاولة فرض شروط يمتعلق بالتهداء لكن لا نتانياو لا يريد الذهاب إلى حرب لا يريد الذهاب إلى تسوية سياسية مع غزة وهذا مرموم جدا لكن أقصى ما يمكن وصول إليها التهدأ بمرحلة الثلاث اللي توصل إليها الوسيط المصري لكن السقف اللي تطرح المقاومة فيه متعلق بالمدى الزمني أو فيه متعلق بأنه يجب أن تكون الحكم أن إسرائيل لا تكون الحكم على التزام الطرف الفلسطيني أو التزام المقاومة يجب أن يكون هناك وسيط سوى من مصر أو المتحدة ببساطة سيطح تحاول أن تحسن شروطها فيما يتعلق بالحوالات مع التهدأ مع المقاومة عبر الوسيط المصري أو عبر الأمم المتحدة أخيرا كيف يمكن أن تحل هذه الأزمة بتدخلات سياسية فاعلة قبل الأخير لأنه يجب لابد أن نتحدث عن ردود الفعل العربية المخجلة أو الصامتة والإشادة ببيان على الماء المسلمين في العراق والإشادة بالموقف التركي لكن نحن أمام صمت عربي مدوي للأسف رغم أن يومين وان 25 شهيد هذا رقم كبير نحن أهلنا في العراق وأنا أمان دائما أنه لا يمكن تحرير فلسطين طالما الموسر مدمرة وبغداد محتلة والشام محتلة وحلب مدمرة هذه الحواضر التي مثلت تاريخيا خزانات بشرية لتحرير فلسطين صد الغزاء سواء كانوا التطار أو الصليبيين أما السؤال كيف الخروج الآن أنا أعتقد أنه تعرف أنه هناك وفود من المقاومة على مستوى عالي في القاهرة إسرائيل لم ترد على الوساطة المصرية الوساطة المصرية قال أنه يعني في إسرائيل حتى الآن ليست متحمسة للتهدئة في الصحافة الإسرائية تحدثوا عن يوم أو يومين إضافيين محاولة تكسر أكثر إيقاع أذى أكثر إيقاع تدمير أكثر في غزة لكن أنا أعتقد أنه الطرف ميلادينوف طبعا مبعوث الممتحدة قال أنه هناك محاولات للوساطة والتهدئة آمل أن يطول أكثر من ذلك إلى يوم أي يومين وتم العودة إلى سكة التهدئة كما بمراحلات ثلاث كما وضاحها الوسيط المصري مع ميلادينوف مبعوث الممتحدة شكرا لك الأساذ ماجد عزام المحلل السياسي الفلسطيني كنت معنا في الستوديو شكرا